أما الأحداث المتحققة التي تحققت ووقعت وعايشناها ولا زلنا نعايشها الحدث الأول حدث المشرقيين أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون وقد تكرر هذا الحديث في برامجي لأنني أراه حديثا مركزيا في فهم الوقائع التي تقع في زماننا الحديث الخمسون بسنده بسند النعماني صاحبي الغيبة عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هؤلاء هم المشرقيون كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ولابد أن تعرفوا من أن تحديد الجهات في أغلب الأحاديث بلحاظ الكوفة لأن الكوفة هي عاصمة الإمام والمقاييس تقاس عليها في بعض الأحيان الإمام يتحدث بلحاظ المدينة مدينة رسول الله لأنه قاطن فيها لكن راوي الحديث إذا كان كوفيا فإن الإمام يحدثه عن مشرق الكوفة وراوي الحديث إذا كان مدركا لمعاريض كلامهم بغض النظر أكان كوفيا أم كان مدنيا فإنه سيعرف من خلال معرفته بمعاريض الكلام من أن الإمام يتحدث عن مشرق الكوفة عن مشرق العراق ولابد أن نعرف من أن مشرق العراقي ومشرق الجزيرة العربية واحد فإيران تقع في شرق العراق وفي شرق الجزيرة العربية مشرق الكوفة ومشرق المدينة المنورة واحد فإيران تقع في مشرق هاتين المنطقتين الإمام الباقر قطعاً قطعاً كان في المدينة المنورة قطعاً وَلَا يَدْفَعُونَهَا وَلَا يَدْفَعُونَهَا المسار الأفضل الأفضل هو الذي يشكل أرضية لليماني الحكاية الحكاية واضحة واضحة جداً هذه نقاط تفضع على الحروف أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق إنه مشرق الكوفة القياس على الكوفة وإذا أردنا أن ننظر إلى وجود الإمام جغرافياً في المدينة فمشرق المدينة هو مشرق الكوفة على حد سوى كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يُعطونه حركة الثورة الإسلامية الخمينية الإيرانية في بداية الستينات وانقطع مسار الحركة فصلت هذا الكلام في برامجي لن أعيد الكلام هنا المقام مقام إيجاز في بداية الستينات كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق في إيران يطلبون الحق فلا يُعطونه في بداية الستينات من القرن العشرين انقطع المسار ونفي قائدهم خارج إيران ثم عادت حركتهم في السبعينات في بداية السبعينات ثم يطلبونه فلا يُعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم أخذوا القرار بالاستمرار فيُعطون ما سألوه تنازل الشاه لهم كثيرا فلا يقبلونه وتنازل لهم رئيس الوزراء آنذاك شهبور باختيار فلم يقبلوا فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيُعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا حتى يكونوا حكاما هم الذين يقومون بالأمر حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم حركة مستمرة بحسب الرواية قتلاهم شهداء هذا مسار المسار الآخر أما إني الباخر يقول صلوات الله عليه أما إني لو أدركت ذلك لا استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر فصاحب الأمر على الأبواب نحن لا نتحدث عن ليالي وأيام ولا نتحدث عن أسابيع وأشهر نحن نتحدث عن السنين وقد تطول هذه السنون نحن لا نتحدث عن سنة أو سنتين خذوا بنظر الاعتبار حركة المشرقيين بدأت منذ بدايات الستينات وانتصروا في حركتهم سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ومروا بمطبات من النجاح والفشل ومروا بعثرات كثيرة وها نحن في سنة ألفين واثنين وعشرين ولازالت المطبات تتواصل ولازالت الفتن تشتد عندهم وفي منطقة الظهور الجميع المطالب التي تطرح في هذه الحلقات حساسة ولذا أكرر قراءة النصوص كي تلتفت إلى دقيق مضامينها كأني بقوما أبو جحفر الباقر صلوات الله عليه يقول كأني كأني بقوما قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه بداية الستينات ثم يطلبونه فلا يعطونه في السبعينات فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم في أواخر السبعينات ألف وتسعمية وسبعة وسبعين ألف وتسعمية وثمانية وسبعين فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه في أواخر ألف وتسعمية وثمانية وسبعين حينما بدأ الشاه يتراجع تراجع تراجعا كبيرا فلا يقبلونه حتى يقوم شاهبور باختيار هدد وتوعد وبعد ذلك فتح الأبواب لهم فعل ما فعل وحاول إرضاءهم بكل الوسائل والسبل ولكنه ما استطاع أن يوقف عزيمتهم حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو المسار الممهد للحركة اليمانية أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر المكان المكان الأنسب سيكون في العراق إذا جمعتم كل هذه المعطيات مع المقدمات مع المقدمات التي ذكرت ستكون النتيجة واضحة جدا فهذا حدث تحقق قلت لكم هناك خمسة أحداث متحققة هذا حدث قد تحقق إنه حدث المشرقيين بداية حركتهم ألف وتسعمية واثنين وستين ميلادي وصلوا إلى الغاية من حركتهم في بداية ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي في الشهر الثاني انتصرت ثورتهم وصلت حركتهم إلى غايتها في الشهر الثاني من سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي واستمر أمرهم إلى هذه اللحظة نحن الآن في أواخر سنة ألفين واثنين وعشرين ميلادي هذا هذا الحدث الأول هذا حدث في إيران وترك آثاره الواضحة في منطقة الظهور كلها فهذا أمر لا يخفى على المدققين فيما يجري في منطقة الظهور منذ سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين وإلى الآن وقد ذكرت لكم من أن سرعة حركة التاريخ في الواقع الشيعي بدأت منذ سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي بعد انتصار الثورة الإيرانية وتسارع الآمر بعد 2003 بعد سقوط النظام البعثي المجرم هذا هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث التاسع نقله عن عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا أمير المؤمنين يقول كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين في زمان أمير المؤمنين الحسين لم يكن قد قتل وليس هناك من قبر للحسين كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين المحامل وسائل النقل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان متى حدث هذا متى انقطاع ملك بني مروان رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية يسار إليه من الآفاق من الآفاق يعني من مختلف الأسقاع والأمكنة يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني الفترة الأموية المروانية الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية وتأتي بعدها الفترة العباسية وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي يسار إليه من الآفاق يسار إلى الحسين متى كانت هذه الحالة في السابق ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين ونحن بانتظار البقية حكاية سمعتها من والدي كنت صغيرا كنت فتيا سمعت والدي يحدث بها أحد شيوخ العشائر من أقاربنا كان ضيفا عندنا في بيتنا ترتبط بهذا الموضوع أنا لا أعلم مدى دقتها بإمكاني أن أتأكد منها في هذه الأيام لكنني في الحقيقة لا أجدها مهمة ولا أملك وقتا لذلك هذا الكلام يعود بنا بالضبط إلى بدايات سنة 1977 ميلادي وإلى الشهر الثاني إلى الشهر الثاني إلى شهر الشباط وفي أوائل شهر الشباط في النصف الأول من شهر الشباط سنة 1977 ميلادي حينما حدثت المواجهة بين المواكب الحسينية التي خرجت من النجف وبين البعثيين في منطقة خان النص التي عرفت بانتفاضة صفر البعثيون البعثيون منعوا المواكب الحسينية في مختلف المحافظات العراقية وتركوا كربلاء والنجف لحساسية المدينتين إلى آخر القائمة في سنة 1977 البعثيون منعوا حركة المواكب في الأربعين في العشرين من صفر من النجف إلى كربلاء في ذلك الوقت كان الناس يسمونها بزيارة الأنصار أيضا يقال لها زيارة الأربعين والبعض يسميها بزيارة مرد الروس حيث رجعت الرؤوس الشريفة إلى كربلاء مع الإمام السجاد لكن الأعمى الأغلب في الشارع العراقي كانوا يسمونها بزيارة الأنصار كان معروفا أن الشيعة يطلقون على المواكب التي تتحرك من مختلف المحافظات العراقية إلى كربلاء في زيارة الأربعين يطلقون هذا العنوان مواكب الأنصار والزيارة زيارة الأنصار على أي حال البعثيون حركوا قوة عسكرية مدججة بالأسلحة حتى بالدبابات وكانت طائرات الميغ الروسية التي يقودها الطيارون العراقيون كانت تتحرك قريبا من رؤوسهم لإخافتهم الذي سمعته من والدي وهو يحكي لضيفه لأحد شيوخ العشائر من أقربائنا الذي كان ضيفا عندنا فكان يتحدث معه وينقل له كلاما سمعه من أحد ضباط الجيش من معارفه من معارف والدي هذا الضابط في الجيش العراقي يقول من أن القوة العسكرية التي تحركت باتجاه خان النص بقيت تنتظر الأوامر أمرت بالتحرك وبقيت تنتظر الأوامر هذا الضابط هكذا يقول مثل ما سمعت من والدي نزلت طائرة مروحية هليكوبتر قريبا من هذه القوة العسكرية المتمركزة عند خان النص نزل منها ضابط برتبة عسكرية عالية من مجموعة أحمد حسن البكر في ذلك الوقت كان أحمد حسن البكر هو الرئيس صدام كان نائبا له نائبا ل رئيس رئيس مجلس قيادة الثورة الرئاسة كانت عند أحمد حسن البكر هذا الضابط الكبير الذي نزل من الطائرة المروحية كان كان في استقباله قائد وآمر القوة العسكرية التي كانت مستقرة قريبا من خان النص والتي أمرت بالتحرك إلى هناك هذا الضابط الكبير الذي جاء من بغداد هو من المجموعة القريبة من أحمد حسن البكر جاء يحمل أمرا من هناك من بغداد بعد أن سلم على الضباط الموجودين وبشكل سريع وجه كلامه بشكل مباشر إلى قائد تلك القوة العسكرية هالشكل سئلة قال له هذا المتفون بكربلة ويأشر إلى كربلة إلى كربلة قال له هذا المتفون بكربلة هنا منه قال له الحسين قال له ذول اللي جايين منا يشير إلى النجف اللي جايين من النجف ذول منه قال له ذول الأنصار مواقب الأنصار هكذا كان معروفا في الشارع العراقي قال له يعني الحسين هنا وذول أنصاره قال له إيه سيد قال له شوف يزيد ابن معاوية في بغداد يشير إلى البكر قال له يزيد ابن معاوية في بغداد وأنا جايب أوامر من عند أنا عبيد الله ابن زياد وإن وإنت وإنت عمر ابن سعد وهذا الحسين وذول أنصاره شوف شغلك دار وجهه ورجع للطائرة ورجع إلى بغداد هذه الحكاية أتذكرها بالدقة إنني وإن كنت صغيرا فتيا في ذلك الوقت لكنني كنت متأقضا منتبها أفهم ما يجري حولي أتذكر الحكاية وكأنني سمعتها للتو في هذه اللحظة لا أدري مدى دقتها لكنني نقلتها بالدقة كما سمعتها دققوا دققوا في الكلام يقول له يزيد ابن معاوية في بغداد يشير إلى البكر وأنا عبيد الله ابن زياد وجايب لك أوامر وأنت عمر ابن سعد وهذا الحسين وذول أنصار من ناجايين من جهة النجاف شوف شغلك كأني بالقصور السجاد يقول أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 114 إنه الحديث السادس والثلاثون نقله عن الصحيفة الرضوية وهي من أقدم المصادر الحديثية نص حديثي من أقدم النصوص الحديثية عن إمام الرضا عن آبائه عن إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قرأت قبل قليل حديثا عن أمير المؤمنين الحديث صدر من الأمير والحسين لم يقتل بعد هذا الحديث عن إمام السجاد بعد مقتل سيد الشهداء السجاد يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق لقد تحقق ذلك يا ابن رسول الله فقد جاءت الأيام والليالي وانقضت السنون يا ابن الحسين الشهيد وها هي الجموع من البشر الملايين 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 تتحرك من كل مكان من أفغانستان من النقاط البعيدة جدا ومن باكستان ومن إيران ويأتي الناس بالطائرات من كندا كي ينزلوا في النجف ويتحركون مشيا من النجف أو ينزل في بغداد وبعد ذلك يتحركون مشيا من بغداد ها هي الملايين ها هي الملايين تتحرك باتجاهك يا حسين كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك وذلك عند انقطاع ملك بني مروان 2003 وهذه العلامة نراها أمام أعيننا هذه وقائع حقائق نحن نعيشها نحن نتلمسها هذا الحدث الثاني قلت لكم خمسة أحداث متحققة المشرقيون تحقق حدثهم سنة 1979 الحدث الثاني زوال المروانيين تحقق في سنة 2003 ولا زالت آثار هذا الحدث بيننا والملايين تتحرك باتجاه قبر الحسين الذي شيدت حوله القصور وحفت به الأسواق هذا الكلام قاله السجاد في وقت كان قبر الحسين عبارة عن مرتفع رملي متواضع بسيط وليس حوله لا من قصور ولا من أسواق مطلقا الحدث الثالث الفتنة الشامية الفتنة الشامية المطبقة متى حدثت؟ بدأت بداياتها الواضحة 2011 ميلادي ولا زالت مستمرة ولن تتوقف هذه الفتنة حتى تبدأ علائم السفياني بالظهور من غيبة النعماني في صفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين هذا هو الحديث الخامس والستون بسنده عن جابر الجعفي عن إمام الباقري صلوات الله عليه يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة فتنة عامة يطلبون المخرج منها فلا يجدون وليس هناك من نهاية لهذه الفتنة لأنها تتأجج وتتأجج وتضطرب الشام اضطرابا أكثر مما مر من نهاية حتى يقبل سفيانيها ويرتقي من بردمشق إنها إنها العلامة التي ننتظرها يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه وتستمر الرواية ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سواء بين الشعة فيما بينهم قتلهم على سواء ليس فيهم من أحد على الحق الجميع على الباطل إنها الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي حين تسترع فيما بينها يسترع بعضهم مع البعض الآخر ليس بالضرورة أن يسترع جميعا ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سواء وينادي مناد من السماء موطن شاهد هنا لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ها هي الفتنة أمام أعيننا الجميع يطلبون المخرج منها لكنهم لن يجدوا مخرج منها ولو خرج السفياني فليس هناك من مخرج من هذه الفتنة لأن السفيانية قد تهدأ أوضاع سوريا في أيامه لكنه يشكل فتنة أكبر من الفتن التي سبقته الحدث الرابع حدث محدود مخصوص في مكان معين مثل ما مر علينا من علامات ظهور السفياني أن يخرب حائط مسجد دمشق هذه علامة مخصوصة في دمشق والسفياني هناك علامة في الكوفة أيضا أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمام الصادق صلوات الله عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان فعند ذلك زوال ملك بني العباس بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه هذه الرواية حققتها لغويا تأريخيا وفقا للثقافة المهدوية في تحقيق تلفزيوني مفصل في أكثر من حلقة يمكنكم أن تعودوا إليها ضمن برنامج الخاتمة لكنني أعرض لكم هذا الفيديو الموجس عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود إذن عرفنا الآن أن دار بن مسعود كانت مجاورة لدار عمر بن حريث ودار عمر بن حريث هي في هذه المنطقة إلا أن الأميرة أخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمر بن حريث وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمر بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان إذن الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوب الغربي لمسجد الكوفة فمؤخر المسجد بالنسبة لهذه الجهة إما هو الحائط الجنوب وإما هو الحائط الغربي مؤخر المسجد سيكون حينئذ إما هو الحائط الجنوب الحائط القبلي وإما أن يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه باب الآن من أبواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحج هذا الباب أنشئ في التسعينات في العصور السابقة كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كند قديما ولكنه بعد ذلك ألغي باب كند الأسهم الأسهم بنفس الألوان السهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة البرتقالي يشير إلى باب الحجة والأصفر إلى دار أمير المؤمنين والأحمر إلى مرقد ميثم والأخضر إلى المكان المتوقع لدار عبد الله بن مسعود رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وبين موقع دار عبد الله بن مسعود هذا الخط البنفسجي ما بين باب الحجة حيث الثلم وما بين موقع دار عبد الله بن مسعود بالضبط مثل ما في الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود فهذا مؤخر المسجد ومما يلي دار بن مسعود بالضبط هذا الوصف الذي في الرواية ينطبق على هذا الذي أمامكم في الشاشة هذا هو مرقد ميثا ويبدو من بعيد مسجد الكوفة والأسهم هي الأسهم السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث يجاوره الصدع والثلم والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه والسهم الأبيض يشير إلى قصر الإمارة والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثا والسهم الأخضر الفاقع يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود رجاء اجعلوا خطا واصلا بين باب الحجة وموضع دار عبد الله بن مسعود هذا هو الخط الواصل بين هاتين الجهتين التي ربما تتحدث الرواية عنهما إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني حادثة الهدم والثلم التي شاهدنا ما شاهدنا منها في هذا الفيديو وقعت سنة 2013 ميلادي ولأزال الهدم على حاله الحدث الخامس من الأحداث الخمسة المتحققة العلو الإسرائيلي حدثتكم عن العلو الإسرائيلي الذي تظهر ملامحه بوضوح في هذه الأيام ويزداد ويزداد هذا العلو علو هكذا نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا عُلُوُّهم سيبقى في إزدياد كل القرائن في الآية تشير إلى ذلك لام التوكيد نون التوكيد المثقَّل المصدر الذي هو مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل الوصف الكبير لهذا العلو كل هذه المؤكدات تشير إلى أن علوهم في تزايد أتعلمون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعضاؤها من دول العالم 172 دولة دولة إسرائيل ليست من بينها دولة إسرائيل دولة نووية لكنها ليست عضوا في هذه المنظمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست عضوا ولم ولم توقع أي اتفاقية من الاتفاقيات ولذا فإن الوكالة هذه لا تستطيع أن تفعل شيئا لإسرائيل وفي الوقت نفسه يفترض أنه لا توجد علاقة فيما بينها وبين إسرائيل فإن إسرائيل ما هي بدولة عضو في هذه الوكالة لكن الوكالة هذه تعتمد في كل تقاريرها ومعلوماتها عن المشروع الإيراني على إسرائيل إيران حتى لو كان عندها مشروع نووي فهو مشروع متواضع أين يأتي من القدرة النووية الإسرائيلية مشروع إيران مشروع متواضع ولم يكتمل لحد الآن وإيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد وقعت على كل الاتفاقيات ولم تكن هي التي خرقت الاتفاق النووي المعروف وإنما الأمريكان هم الذين خرقوا هذا الاتفاق الوكالة الدولية تراقب المنشآت الإيرانية ومع ذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأخذ المعلومات عن إيران من خلال إسرائيل وإسرائيل تشترط ما تشترط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل لها يد في عرقلة إكمال الاتفاق النووي أي علو هذا لهذه الدولة هذا تطبيق واضح لمضمون هذه الآية والخطاب إلى الإسرائيليين ولتعلن علوا كبيرا دولة إسرائيل تأسست بحسب ما هو معروف سنة ألف وتسعمية وثمانية وأربعين ميلادي وهنا ونحن نحن الآن سنة 2022 معاني استعلائها وعلوها واضحة جداً نراها بأم أعيننا ونسمعها بآذاننا هذه هي الحوادث الخمسة المتحققة على أرض الواقع المشرقيون الثورة الإيرانية التي تحققت على الأرض سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين ميلادي زوال المروانيين من العراقي من بغداد سنة ألفين وثلاث ميلادي القصور شيدت الأسواق حفت بقبر الحسيني والملايين سارت على الأقدام من مختلف الآفق الحدث الثالث الفتنة الشامية التي تزداد انغلاقا لا يجدون مخرجا منها بدأت 2011 ميلادي ولا زالت مستمرة وستبقى ستبقى ستبقى الأحاديث هي التي تقول لست أنا الحدث الرابع حدث سنة ألفين وثلاث ميلادي الثلم والصدع الواضح والكبير والغريب في نفس الوقت في حائط مسجد الكوفة ولم يتم تعميره إلى هذه اللحظة منذ سنة ألفين وثلاث عش ميلادي الحدث الخامس العلو الإسرائيلي إسرائيل تأسست ألف وتسعمية وثمانية وأربعين ميلادي وها نحن نشهد علوها في العالم في سنة ألفين واثنين وعشرين وضربت لكم مثالين ضربت لكم مثالا بخصوص الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبخصوص موقف إسرائيل من إيران ومن أنها تهيئ بكل وقاحة لضربها مع أنها دولة نووية لا تلتزم لا بالقوانين ولا بالاتفاقيات وما وقعت شيئا من ذلك هذا هو الذي نراه بأم أعيننا الغريب هنا كل هذا نراه لكنه لا يترك أثرا في الواقع الشيعي ولم نجد أي من مراجع الشيعة من أخذ الأمر بنظر الاعتبار وتحرك باتجاه خدمة إمام زمانه الذي نشاهده العكس بالضبط نذهب إلى فاصل